اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى 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 بسم الله الرحمن الرحيم سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم أصحاب السمو أصحاب المعالي والسعادة أيها الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يسعدنا أن نرحب بكم أجمل ترحيب في هذا الاحتفال الذي يقام بمناسبة يوم الدبلوماسية البحرينية وخير ما نبدأ به تلاوة عطرة من القرآن الكريم يتلوها على مسامعنا القارئ علي صلاح عمر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليهما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون صدق الله العظيم كلمة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه يلقيها سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم بسم الله الرحمن الرحيم أصحاب السمو والمعالي أصحاب المعالي والسعادة السفراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعدنا أن نلتقي بكم جميعا اليوم بمناسبة حلول اليوم الدبلوماسي لمملكة البحرين هذا اليوم الذي خصصناه تقديرا للدور البارز الذي تقوم به كوادرنا الدبلوماسية في تعزيز علاقات الصداقة ومجسور التعاون بين مملكة البحرين وكافة الدول في مختلف أرجاع العالم استنادا إلى المبادئ الأصيلة والقيم الراسخة لوطننا وشعبنا والتي تقوم على التسامح والتعايش والحوار المتبادل وتكريس السلام والوآم والتعاون بين شعوب العالم مرحبين بأصحاب السعادة سفراء الدول المعتمدين لدى المملكة ومعربين عن تقديرنا لجهودهم في تعزيز وتنمية علاقات الصداقة والتعاون بين مملكة البحرين وبلدانهم الشغيغة والصديقة الأخوة والأخوات لقد انتهجت الدبلوماسية البحرينية عبر مسيرتها الوطنية التي انطلقت قبل أكثر من خمسة عقود نموذجا خاصا متفردا عبر الانفتاح على العالم ومد يد الصداقة مع الجميع والسعي الدؤوب إلى بناء العلاقات وتبادل المصالح والتواصل الحضاري مع العالم بمختلف أقطاره والثقافاته وحضاراته فتمكنت بفضل من الله عز وجل أن تسجل العديد من مراتب التفوق والنجاح التي عكست سياسة مملكة البحرين الخارجية المعتدلة والمتزنة معبرت عن أصالة بلدنا وشعبها الطيب الذي يتمنى الخير والأمن والسلام والاستقرار والنماء للبشرية جمعا ويسرنا في هذا اليوم أن نعرب عن خالص الاعتزاز بما يبدله من يمثل الدبلوماسية البحرينية من جهود مثمرة وعطاء متواصل داخل الوطن وخارجه وما يتحلون به من قيم راسخة وثقافة عالية وخلاص بالبذل والعطاء خدمة لوطنها وتحقيق مصالح العليا والدفاع عن مواقفه وبراز إنجازات مسيرة التنموية الشاملة مؤكدين أن مملكة البحرين سوف تواصل من خلال سياستها الخارجية الطموحة القيام بدورها الفاعل في المجتمع الدولي لدعم أهداف التنمية المستدامة وتعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته وإرساء السلام والاستقرار العالمي والدعوة إلى تسوية النزاعات بالطرق الدبلوماسية واحترام الغوانين والعراف والمواثيق الدولية وفي الختام نسأل المولى العلي الغدير أن يوفق الجميع لأداء مهامهم وواجباتهم الوطنية بكل كفاءة واقتدار كما تعودنا منهم تحقيقا لما تصب إليه بلادنا من تقدم ورقي وازدهار ومكانة رفيعة بين الأمم وتعزيز دورها العالمي في نشر قيم السلام والوئام والحوار المشترك وكل ما في خير وصالح شعوب العالمي السلام عليكم ورحمة الله يلقي الآن سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية كلمة بهذه المناسبة بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الرسول الكريم نبينا محمد الصادق الأمين سمو الشيخ عبدالله بن حمد بن عيسى آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم حفظكم الله أصحاب السمو أصحاب المعالي والسعادة الحضور الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يشرفني يا صاحب السمو في هذا اليوم المبارك الميمون بالأصالة عن نفسي ونيابة عن جميع منتسبي وزارة الخارجية أن أرفع إلى المقام السامي لسيدي حذر الصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه أسمى آيات الشكر والأمتنان والعرفان لما يوليه جلالته من دعم ورعاية لوزارة الخارجية ودبلوماسيها وما يبديه جلالته دائماً من توجيهات سامية سديدة تجاه تعزيز السياسة الخارجية لمملكة البحرية والارتقاء بالعمل الدبلوماسي لتحقيق الأهداف الوطنية النبيلة التي يسعى جلالته إلى تحقيقها في مد جسور التعاون مع جميع دول العالم وحماية مصالح الوطن ومواطنه في الداخل والخارج ونشر قيم السلام والتسامح والتعايش بين شعوب العالم وحماية حقوق الإنسان وحرياته وكرامته وتعزيز مكانة المملكة بين دول العالم ويسرني أن أتقدم إلى سموكم الكريم بوافر الشكر والتقدير على استقبالكم اليوم نيابة عن جلالة الملك المعظم أصحاب المعالي والسعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية في الخارج في يوم الدبلوماسية البحرينية الذي خصصه جلالة هيده الله بالاحتفاء بالأسرة الدبلوماسية وعطائها الصحي تقديراً من جلالته للدبلوماسية ودورها الفاعل في تنفيذ السياسة الخارجية للمملكة ودعماً منه لأبنائه الدبلوماسيين والدبلوماسيات وما يقومون به من جهود وطنية مخلصة في سبيل رفعة الوطن الغالي وتقدمه وازدهاره وأنه لفخر كبير للدبلوماسية البحرينية أن تلقى هذا الدعم المتواصل والرعاية السامية من لدن جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه ومن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بما نلمسه من سموه من حرص واهتمام بتعزيز العلاقات الدبلوماسية وتنمية التعاون الثنائي بين مملكة البحرين ومختلف دول العالم ونحن في وزارة الخارجية فخورونا أيضا بأننا سوف نحتفل غدا برعاية كريمة مقدرة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وبحضور سموه الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة الممثل الخاص لجلالة الملك المعظم بتخريج كوكبة من الدبلوماسيين البحرينيين ممن اشتازوا بنجاح الدورة الدبلوماسية التأسيسية من أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية معربين عن بالغ الاعتزاز بالدورة البارز والجهود المخلصة التي بدلها سموه في قيادة سفينة الدبلوماسية البحرينية بجهد وطني مخلص وكفاءة عالية واقتدار واقتدار رفيق في ظل ظروف أقليمية ودولية صعبة وتحديات جسيمة من أجل تأكيد سيادة واستقلال مملكة البحرين ومكانتها الدولية الرفيعة بين دول العالم فلسموه منا كل الشكر والثناء والتقدير والشكر واجب لمعالي الأخ الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة مستشار جلالة الملك للشؤون الدبلوماسية على الجهود الموفقة التي بذلها معاليه بكل أخلاص وجدارة وأداء مميز خلال توليه منصب وزير خارجية ودوره البارز في توثيق علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين مملكة البحرين والعديد من دول العالم أننا في وزارة الخارجية ماضون بعون الله ورعايته في تنفيذ التوجيهات السامية والرؤية الثاقبة لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه مستهدين بنهجه السامي نهج الاعتدال والاتزان والمرونة لبناء علاقات وثيقة ومتميزة مع دول العالم تقوم على الاحترام المتبادل والتفاهم المشترك والحوار البناء وتكريس قيم التسامح والتعايش والتفاعل مع مختلف الحضارات والثقافات حريصين على تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته وكرامته وترسيخ دعائم الأخوة والتضامن والتكاتف مع دول مجلس التعاون والدول العربية والإسلامية الشقيقة وتوطيد التعاون الفاعل والمثمر مع المجتمع الدولي في إطار القوانين والمواثيق الدولية ومقاصد وأهداف الأمم المتحدة في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك لمماجهة كافة التحديات وستظل هذه السياسة الخارجية لمملكة البحرين ثابتة وراسخة فاعلة ومؤثرة تعبر عن رؤية جلالة الملك المعظم وحكمته المعهودة وتعكس قيم مجتمعنا الأصيلة وتطلعاتنا الوطنية وإرثنا الحضاري والثقافي العريق نسأل الله العلي القدير أن يحفظ جلالة الملك المعظم ويمدفع عمر جلالته لتحقيق تطلعاته السامية لنهضة هذا الوطن الغالي وتقدمه ورقيه بين دول العالم والشكر واجب لسموكم على هذا الاستقبال متمنين لسموكم دوام التوفيق والسداد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هدية تذكارية إلى سيد جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه يتسلمها سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة وهي مقدمة من وزارة الخارجية ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا